بسم الأب والابن والروح لكدس الإله الواحد أمين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن استعدادنا لدخول الكنيسة صحن الكنيسة اللي هو استعداد خاص بيبدأ من خروجنا من البيت وكمان اتكلمنا عن استعدادنا لدخول الهيكل والوقوف قدام المسبح لما بنخلص القداس كلنا بنتناول والحقيقة التناول لابد له من استعداد خاص جدا استعداد مهم جدا لازم كل واحد فينا يراجع نفسه فيه حابب أقول بعض النقط في استعدادنا للتناول نقطة الأولانية هي نظافة الجسد والملابس لانه انا رايح القداس عشان اتقابل مع ملك الملوك ورب الارباب تخيلوا كده نفسكم رايحين معاد مهم هتقابل حد مهم زي ما بيقول كده عندنا في مصر بنبقى لابسين اللي على الحبل فانت جاي كنيسة تقابل ملك الملوك ورب الارباب لازم يكون فيه نظافة جسدية والملابس تكون لائقة نقطة كمان عن فترة الانقطاع عن الطعام والشراب علشان التناول الفترة دي بتكون تسع ساعات حسب قانون كنيستنا الإبطية ولو القداس هيكون متأخر شوية مثلا في أيام الصيامات بنقول ان الانقطاع يبدأ من منتصف الليل يعني من الساعة 12 بالليل ليه تسع ساعات لانه تسع ساعات دول إشارة لعدد ساعات ألام السيد المسيح لما تصلب يعني من أول الساعة الثالثة اللي هي تسعة صباحا دي كانت ساعة الحكمة على المسيح بالصلب ولحد الساعة الثانية عشر اللي هي 12 مساء لما نزلوا جسد السيد المسيح من على الصليب عشان يدفنوه لو حسبت من تسعة صباحا لستة مساء هتلاقيها تسعة ساعات دول اللي احنا بنصمهم أو بننقطع فيهم عن الطعام قبل التناول كمان يقولوا ان التسعة ساعات برضو إشارة إلى أو رمز إلى عدد شهور الحبل الإلهي تسعة شهور اللي عضاهم البيبي الطفل يسوع في بطن أمنا العذرة قبل ما يتولد وطبعا ما ننساش إنه ممكن للكاهن إنه يدي الحل في تخفيض عدد الساعات دول حسب الحاجة يعني الأطفال الشيوخ الكبار في السن المرضى كل دول اللي هم معاملة خاصة أو ممكن ياخدوا حل من أبونا إنهما يخفضوا عدد التسعة ساعات دول أبن التناول نقطة كمان عن موضوع إنه التناول لا يقصر الصوم الإنقطاعي تعرفين إن عندنا في أصوامنا كتير على مدار السنة وبالأخص في الصوم الكبير بنحب نصلي أدسات كتير فالأباء علمونا إنه التناول ما يكسرش الصوم الإنقطاعي عايز تتناول الأدس خلس 12 واحدة وعايز تكمل بعد كده بحسب إرشاد قبل اعتراف فمفيش مانع وإن كان التناول بيدينا حالة فرح لا تتناسب مع زهد ونسك الأصوام لكن عشان إحنا كنستنا فيها صلوات أدسات كتير في أيام الأصوام الكتير برضو على مدار السنة فسمح بهذا الموضوع في كنستنا نقطة كمان في إطار الحرص أو الاحتراس عن الطعام والشراب في نقطة الاحتراس عن العلاقة الزوجية المتزوجين يحترسوا أيضا عن العلاقة الزوجية ليلة التناول وكمان نهار التناول نقطة برضو في إطار النظافة الجسادية والنظافة الشخصية فنقول إنه الاحتلام عند الرجال والدورة الشهرية عند السيدات الإفرازات الجنسية بصفة عامة دي بتمنع من التناول وهكذا فترة النفاس عند السيدة اللي وضعت بيبي جديد بعد الولادة فترة النفاس أيضا تمنع من التناولة نبيب فيها بعض الإفرازات كل ده ليه يمنعنا من التناول خدوا بالكم باعتباره فطر وليس نجاسة ما عندناش في العهد الجديد شيء نجس لكن ده فطر كإني بالزبط كلت أو شربت وده معناه إنه مش هيمنعني من الصلاة مش هيمنعني من دخول الكنيسة مش هيمنعني من حضور القداس لكن يمنعني فقط من تناول الأسرار في آخر القداس نقطة أخرى في موضوع استعدادنا للتناول هو غطاء الرأس بالنسبة للسيدات الحقيقة هو أمر ضروري مش بس ساعة التناول لكن طول فترة وجودك في الكنيسة وحتى في أثناء جلسة اعتراف أو جلسات خاصة في الكنيسة أو صلوات خاصة أنت بتصليها برا وقت القداس كل ده لابد أن أنت يكون على راسك غطاء طول ما أنت موجودة في الكنيسة ده مش رأي الخاص لكن ده حسب تعليم الإنجيل قال لنا بولوس الرسول كل امرأة تصلي أو تتنبأ تتنبأ يعني توعز أو تخدم في مدارس أحد أو اجتماع سيدات أو غيره كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها زي ما بنقول كده عندنا في مصر عيب عليك تشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى يعني ما عندناش حل تالت يتقص شعرك يتغطي شعرك وانت وقفة في الكنيسة نقطة كمان عايز أقولها بخصوص بعد التناول إحنا تناولنا في حاجات كتير بنسأل عليها في موضوع ما بعد التناول يعني بيكون غير مستحب المشيحة في القدمين أو حلاقة الدأن وده خوف من حدوث جرح يتسبب فيه نزيف يعني لو شيء عرضي حصل لي جرح غصبة عني أوكي هلم الدم في منديل وهحرقه نفس المنطق لو حد حصله حالة قيء بعد التناول برضو هنلم القيء ده في منديل ونحرق أو نتفنه في المياه يتحلل نتفنه في الأرض يتحلل مع نفسه ففي الحالات دي بحرس أن أنا ما تجرحش بحرس أن موضوعه برضو قص الشعر وقص الضوافر وعينات الدم أي حاجة يكون فيها ممكن يحصل فيها نزيف فأنا بتجنبها في نهار التناول صحيح حاجات ظاهرية لكن هي نوع من أنواع الاحتراس وعدم التعرض أعرض نفسي لجروح يعني وبنفس المنطق كل ما يخرج من الفم بعد التناول البسك، أزقاست اللب، مص الأصب، غسيل السنان كل دي حاجات لازم نحرس أن احنا ما نعملهاش على أقل تسع ساعات اللي بعد انتهاء الأداس أو ما نسميه نهار التناول زي ما قلت لكم دي كلها أمور ظاهرية لكن الاحتراس فيها هو بيخليني فاكر أن أنا تناولت النهار ده بيخلي اليوم ده يوم مميز وزمان ما كانش فيه أداس غير يوم الحد ويسموه يوم الرب فبيبقى مميز من كل النواحي حتى في الممارسات الظاهرية دي أو اللي بنعتبرها ممارسات بسيطة كنوع من أنواع التعبير على إن كطانية النهار ده أو خدت النهار ده جسد المسيح ودمه فده شيء قيم جدا بخصوص عمل المطانيات برضو دي نقطة حابة أتكلم فيها لازم ناخد بالنا إنه المطانيات نوعين النوع الأولاني هي مطانية التوقير أو مطانية الإكرام أو الاحترام ودي زي ما بندي مطانية كده قدام أجساد القديسين في الكنيسة أو مطانية للأب الباتريارك أو الأب الأسكوف دي بنقدر نعملها في أي وقت قبل التناول وبعد التناول وفي أي وقت أما النوع الثاني من المطانيات اللي هي مطانية العبادة ودي بتكون مصحوبة بنصحاق وتزلل قدام ربنا والحقيقة لا تتناسب مع حالة الفرح اللي بتكون عندي لما بتناول وزي ما علمنا كده الكتاب إنه دخول العريس إلى أحشائنا وتحت صقف بيتنا الخاص أو منزلنا الخاص زي ما علمنا كتاب المقدس لا يستطيع بنوا العريس أن يتزللوا والعريس إيه معهم أو يصوموا العريس معهم وده اللي نلاحظه في طقس البسخة يعني في طلبة البسخة الصباحية تلاقوها مصحوبة بالمطانيات بعكس طلبة المسائية ما فيهاش مطانيات عشان خلاص إحنا الصبح كنا صايمين لكن بالليل فطرنا فالمطانيات الاحترام والإكرام دي أعملها في أي وقت أما مطانيات العبادة والتزلل ما طالقش شوية وما تتناسبش شوية لما كون متناول واخد مالك الملوك جوايا معايا العريس يبقى إيه أنا عايش في حالة فرح نقطة أخيرة في استعدادنا لقبل التناول وبعد التناول هو موضوع الرشم بالزيت ومية اللقام بيجوز أن أنا أترشم بالزيت زيت مسحة المرضى أو الأنديل أو حتى زيت بركة ومية اللقام هذا يجوز فقط قبل التناول وده إحنا بنطبقه فيه كنستنا لما بنجيب الطفل كده بيتعمد ونديله سر الميرون بيترشم بزيوت المعمودية وبيترشم بزيت الميرون في بداية أو مع بداية الأداس قبل التناول كمان إحنا لما بنجي نعمل سر مسحة المرضى أو الأنديل أو الأنديل العام في يوم جمعة ختام الصوم برضو بنعمله بعد صلاة رفع بخور باكر قبل الدخول في الأداس وقبل التناول كمان وطبعا الأبونا يرشم اللي حاضرين ساعتها في الكنيسة يرشمهم بالزيت كمان لما بنجي نصلي اللقانات يعني لقان الغطاص بنصليه قبل رفع بخور باكر لقان خميس العهد ولقان الرسل نصليهم بعد رفع بخور باكر ثلاث لقانات اللي بنصليهم في الكنيسة على مدار السنة أيضا بيكونوا قبل الدخول في الأداس وقبل التناول فالحاضرين سواء في الأنديل هيترشموا لو سوقف اللقان هيترشموا أما بعد التناول فلا يوجد رشم بأي شيء احنا خدنا المسيح شخصيا مفيش بركة ومفيش كرامة أكتر من الجسد والدم فما ينفعش نترشم بأي حاجة بعد التناول مش عايز بقى الحقيقة جيب سيرة البسطة في الإيمان اللي ممكن تكون حضرة الأداس وتناولت وبعدين تخش تقول لأبونا اقلع التونية علي وكان نوع من البركة أنه وابونا يصليلها بالتونية اللي اللي لابسها كان نوع من البركة الحقيقة مفيش بركة أكتر من التناول كلمة أخيرة عايز أقولها في إطار الاستعداد لدخلنا الكنيسة والاستعداد لوقفنا قدام المسبح والاستعداد للتناول عايز أقول أن الكنيسة مش هي المكان اللي نعط فيه على موائد النميمة السيد المسيح علمنا في متى 12 ويقول أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين كمان الكنيسة مش هي المكان اللي نحكم فيه على بعض زي ما برضو معلمنا السيد المسيح في يوحن 7 وقال لا تحكموا حسب الظاهر بل حكموا حكما عادلا ما تاخدش بالمظاهر جوه الكنيسة ولا براها طبعا كمان الكنيسة مش هي المكان اللي فيه ندين بعضنا بعض زي ما علمنا بولوس الرسول وقال من أنت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يسقط أو يزبط ولكنه سيزبط لأن الله قادر أن يثبته بلاش نقف لبعض على الوحدة وندين بعض على تصرفات أو على سلوك أو على لبس أنا لبسه أو على شكل من الأشكال أنا بعمله في الكنيسة لا جوه الكنيسة ولا برا الكنيسة كمان عايز أقول أن الكنيسة مش هي المكان اللي نتقابل فيه عشان نتبادل الصفقات والمصالح عشان ما نتكلم في البزنس احنا جايين نصلي مش جايين نتبادل صفقات ومصالح وإلا هتسمع المسيح بيقولك مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص آخر نقطة عايز أقول إن الكنيسة مش هي المكان اللي نستعرض فيه السياب والمجوهرات مش لازم لما جي أوداسيوم الحد ألبس الحتة يعني البراند اللي عندي ولازم كل مرة تبقى بدلة شيك أو فستان شيك والدهب في كل حتة وفتح زرارين الأميس عشان السلسلة تبقى بينة من رقابتي مش لازم المظاهر دي لأنه الكتاب علمنا بطرس الرسول بيقول لنا لا تكن زينتكنا الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس السياب احنا جايين نصلي مش جايين نستعرض سياب أو مجوهرات دي بس كانت نقطة مكملة لاستعدادنا للتناول لأن احنا بنخرج من الكنيسة معانا أعظم ما هو في الوجود اتناولنا جسد المسيح ودمه وعلشان كده لازم نكون مستعدين كويس لهذه البركة اللي بننالها من مجرد دخولنا الكنيسة وخروجنا بعد الأداس معانا العريس أو معانا المسيح استعدادات كتير لازم نحرص عليها لكن كلامنا عن الكنيسة وكلامنا عن الأداس الإلهي ما انتهاش لكن خلونا نكمل بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر